تم الاتفاق أنه الأحد القادم سوف أعطينا مهلة هذا الأسبوع ولكن ليكون واضح للجميع أن الوزارة مصرة على الاستمرار في حملتها لرفع التجاوزات إحقاقا للحق وإعادة لهيبة الدولة وتطبيقا للقانون الذي قد يكون في فترة ما استغلوا ضعاف النفوس بعض الفراغ في تطبيق القانون وبدأوا يتجاوزون على حقوق النهر فواجبنا كوزارة أن نعيد كل الأمور إلى نصابها نحن مصرين على هذا الموضوع وملتزمين بحقيقة لا يعتقد البعض أنه إذا تولدت ضغط من هذه الجهة أو ضغط من جهة أخرى أو ضغط من ناس رح نتوقف هذا بالنتيجة هو يصف في مصلحة المواطن تحققت نتائج إيجابية الآن يشيد بها السادة المحافظين في كل المحافظات أنه الضغط والإصرار الذي كان من قبل الوزارة على حملة رفع التجاوزات أعطى ثمارة بوصول المياه إلى أبعد شخص مستحق لهذه المياه لأنه كان هناك حقيقة كثير من التجاوز على صدور النهر أثرت بشكل كبير على الخزين المائي على توزيعات المياه وبالنتيجة أصبح لدينا جزء من الحق وصل إلى هذه الناس لاحظنا هذه النتيجة في الديوانية في السماوة في الحلة في الأنبار لاحظنا هذا الشيء في الناصرية بالعمارة بالبصرة